الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً أما بعد فهذا لقاءٌ جديد من لقاءاتنا في كراءة كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل به ما ابتدأناه من كراءة كتاب الوضوء ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث في هذا اليوم عما يتعلَّق بأحكام نواقض الوضوء ومنها النوم والنوم محلُّ اتفاق أنه ينتقض الوضوء به سواءً قول من قال بأنه ناقضٌ بنفسه أو لكونه يشتمل أو مظنَّة لوجود الناقض وقد جاء في ذلك أحاديث فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهل فمن نام فليتوضَّأ كما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسح على الخف ليس من الجنابة ولكن من بولٍ وغائطٍ ونوم فدل هذا على أن النوم من نواقض الوضوء ولكن النوم اليسير قد ورد اختلافٌ فيه هل ينتقض الوضوء به أو لا ينتقض فذهب فقهاء الشافعية إلى أن النوم اليسير من الجالس لا ينتقض الوضوء به أما النوم اليسير من غيره فينتقض الوضوء به فذهب الحنابلة إلى أن النوم اليسير من الجالس ومن القائم لا ينتقض الوضوء به قالوا لأنه لا يستغرق وقتا ولأنه متمكن من نفسه وبأنه لم يخرج منه شيء من الريح وقال الإمام أبو حنيفة بأن من نام نوما يسيرا على أي هيئة من هيئات الصلاة رفوعا أو سجودا جلوسا أو وقوفا لم ينتقظ الوضوء بذلك وأما إذا كان النوم اليسير على هيئة غير هيئات الصلاة فإن الوضوء ينتقظ به وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن النوم اليسير على أي هيئة كان الإنسان لا ينتقظ الوضوء به ولعل هذا القول أرجح الأقوال وذلك لما ورد في الحديث أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فتخفقوا رؤوسهم فإذا جاء صلوا معه ولم يتوضأوا وجاء في حديث آخر في الصحيح قال حتى إن بعضهم ليطجع فدل هذا على أن النوم اليسير على أي هيئة لا ينتقظ الوضوء به ولعلنا نقرأ عددا من الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الباب ونتكلم بإذن الله عز وجل في بيان معانيها وأحكامها الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه قوله إذا نعس النعاس مقدمة النوم إذا نعس أحدكم وهو يصلي يعني في أثناء صلاته وظاهر هذا أنه في صلاة الليل وأن الإنسان يصلي وحده قوله فليرقد أي فلينم من أجل أن يتمكن من ضبط صلاته حتى يذهب عنه النوم فيؤدي الصلاة على أكمل وجوهها قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر ربه فيسب نفسه لأنه لا يضبط كلام نفسه ففي هذا الحديث أن من جاءه أن نعاسه وهو في الصلاة فإن الأفضل له أن ينام حتى يتمكن من أداء صلاته وهو حاضر الذهن وفي هذا الحديث أن نوم الناعس أحب إلى الله من صلاته واستدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن النعاس والشيء اليسير لا ينتقض الوضوء به إذ لو انتقض لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ناعس بذلك ولذا قال رحمه الله باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين والخفقة وضوءا وفي هذا الحديث استحباب أن ينتقي الإنسان ألفاظه التي يتكلم بها خصوصا فيما يتكلم به في الصلاة أسأل الله إليكم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ أم قوله إذا نعس نعاس مقدمة النوم قوله فلينم أي ليسترخي فينام نوما تاما قوله حتى يعلم أي يفهم ما يقوله من الأذكار ومن القراءات وفي هذا الأمر أن ناعس بأن ينام وأن يترك صلاته وفي هذا الحديث أيضا أن أداء الإنسان للصلاة وهو حاضر الذهن يقضى أولى من أدائه للصلاة وهو نعس وفي هذا الحديث استحباب تفهم الإنسان ما يقرأه في أثناء صلاته فإن كان عربيا فهمها بلغته وإن لم يكن تعلم من العربية ما يفهم به معاني أذكار صلاته وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله باب الوضوء من النوم قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال عمر بن عامر كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث في هذا الحديث جواز أداء الإنسان لأكثر من صلاة مفروضة بوضوء واحد وأنه لا يلزم المتوضأ أن يجدد وضوءه ما لم ينتقض الوضوء وفيه أن الأفضل أن يجدد الإنسان الوضوء لكل وقت صلاة ولكن ذلك على الاستحباب وليس على الإيجاب وقد تقدم معنا عدد من الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال قد يؤدي أكثر من صلاة بوضوء واحد وأنه ولكن ذلك ليس هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلال على استحباب وضوء الإنسان ولو كان على غير حداث أحسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بنا إنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط الحائط هو البستان فالغالب النبساتين أهل المدينة في ذلك الزمان كانت من النخيل من النخيل قوله من حيطان المدينة أو مكة فسمع الصوت إنسانين يعذبان في قبورهما يعني أن الله جل وعلا أطلع إطلاعاً خاصاً نبيه صلى الله عليه وسلم بتعذيب مقبورين إثنين وفقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعني إن صاحبي القبر صاحبي القبرين ليعذبان وما يعذبان في كبير أي ليس الذنب الذي فعلاه بذنب كبير في اعتقادهما ومفهومهما ثم قال بلى إنه كبير أي أنه كبير عند الله جل وعلا ولذا عذبا في قبرهما وقيل بأنه ليس بكبير بالنسبة لعظائم الذنوب ولكنه كبير بالنسبة لصغائرها وقيل ليس بكبير في ذاته ولكن إذا رؤي ما رتب عليه من العذاب اعتبر من الكبائر قوله كان أحدهما لا يستتر من بوله أي لا يغطي عورته حال قضائه لحاجته وفي بعض الروايات كان لا يستبرئ من بوله أي لا يتنزه ولا يزيل آثار بوله عنه وكان الآخر الذي يعذب في قبره يمشي بالنميمة والنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد بين الناس كما لو جاء إلى شخص وقال فلان يسبك وفلان قد أخذ حقك فهذا مشي بالنميمة يؤدي إلى وجود النزاع والشقاق بين الناس وقد نهت الشريعة عن النمامة وجعلتها من كبائر الذنوب قوله ثم دعا بجريدة الجريدة هي جزء من أجزاء النخل يكون فيها عود أصلي ثم فيه سعف بمثابة الأوراق بالنسبة لبقية الأشجار فهذه الجريدة تكون عادة رطبة إذا قطعت قريبا ثم إذا مار عليها مدة أصبحت يابسة قالت دعا بجريدة فكسرها أي قسمها قسمين فوضع على كل قبر من القبرين الذين يعذبوا صاحبهما كسرها من الجريدة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا أي ما السبب الذي جعلك تقسم الجريدة وتضعها على قبريهما فقال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما أن يقلل من عذابهما في القبر ما لم تيبسا فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد أولها جواز مرور الإنسان بجوار البساتين والنخيل المملوكة للآخرين وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر وأنه يعذب الناس فيه فإن قال قائل نفتح القبر بعد مدة ولا نجد أثرا من آثار التعذيب فيقال بأن التعذيب في القبور يكون أصالة على الأرواح وتتأثر الأبدان به تبعا فإن أحوال الناس على ثلاثة أحوال في الدنيا يكون الحكم للبدن وما يأتي الروح يكون على جهة التبع وفي القبور والبرزخ يكون الحكم على الأرواح وتكون الأبدان لها تبعا وفي الآخرة يكون الحكم عليهما على الأبدان والأرواح فإن قال قائل كيف يعذب الإثنان كيف يعذب صاحب قبر ويكون من بجواره من أهل الخير ينعم في قبره وليس بينهما إلا الشيء اليسير فقيل هذا من نقص فهم الإنسان وعدم تعظيمه لقدرة الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك ونحن نشاهد في حياتنا الدنيا نماذج من يكونون متجاورين أحدهما ينعم وهو سعيد ومن بجواره يكون مهموما مغموما وهكذا نجد أن الرجل وزوجته ينامان في سريل واحد بعض أبدانهم على بعضهم والآخر أحدهما يرى أنواع العذاب والكوابيس في منامه والآخر يرى أنواع النعيم والخير في منامه وهما متجاوران ومن ثم فلا يستبعد أن يكون هناك تنعيم لصاحب قبر وتعذيب لمن بجواره فإن قال قائل لو كان عذاب القبر صحيحا لجاء في القرآن فيقال لمن قال كذلك بأن السنة حجة ودليل شرعي وقد دلت دلة كثيرة من القرآن على حجية السنة فوجب العمل بها وعلى أن كثيرا من أهل العلم ذكر أن القرآن فيه إشارات لعذاب القبر منها قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فدل هذا على أن النار التي يعرضون عليها قبل قيام قبل يوم القيامة وقبل قيام الساعة وقوله صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذباني يعني صاحبي القبر في هذا دلالة على أن أهل التوحيد قد يعذبان فيه قد يعذبون في قبورهم لكن دلت النصوص على أن من كان من أهل التوحيد فإن آخر مآله يكون إلى الجنة وفي الحديث تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر وقد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وفي هذا الحديث وجوب تغطية العورات التي أمر الله بني آدم بسترها وتحريم كشفها للآخرين ولو كان ذلك حال قضاء الحاجة فالواجب ستر الإنسان لما قد أوجب الله عليه ستره من العورات وهذا يشمل الرجال والنساء وفي هذا الحديث وجوب التنزه من البول وأن البول نجس يجب التطهر منه وأن يسيره لا يعفى عنه وأن يسير البول لا يعفى عنه وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة بول جميع الكائنات وذهب طائفة إلى أن ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر وهذا هو مذهب أحمد وجماعة واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر النفر الذين اجتووا المدينة من عكل وعرينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها قالوا فدل هذا على طهارة طهارة أبوالها وسدلوا على ذلك بعدد من الأدلة وهذا الخلاف خاص بما يؤكل لحمه من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم والأرانب والضباء ونحو ذلك مما يؤكل لحمه أما ما لا يؤكل لحمه فإن بوله نجس بالاتفاق وفي الحديث أن النميمة ذنب ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب وأن من سعى بها وجب عليه أن يتوب إلى الله بإزالة آثار النميمة وفي هذا الحديث أن العبرة في الأحكام الشرعية بحكم الله عز وجل وليس باجتهادات المجتهدين فإن حكم الله ثابت في القضايا سواء وافقه اجتهاد المجتهد أو خالفه ومن ثم فإن المصيب واحد وما عداه فهو مخطئ لأن حكم الله ثابت في القضايا قبل اجتهاد المجتهدين واجتهاد المجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئه ومن هنا نعلم خطأ قول من قال لأن كل مجتهد مصيب وفإن هؤلاء كانوا يظنون أن فعلهم ليس من الكبائر وقد صححه النبي صلى الله عليه وسلم واستدركه بقوله بلى إنه لكبير وفي هذا الحديث جواز الانتفاع بجريد النخل وسع فيه وكانوا في الزمان الأول يسقفون به البيوت والمساجد وبعض الناس يأخذوا جريد النخل أو قطعا من النبات الأخضر فيضعونها على القبور وهذا الفعل خطأ ولا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا مع القبر الذي علم بأنه يعذب ونحن لا نعلم هل أصحاب القبور يعذبون أو لا يعذبون وبالتالي لا يصح لنا أن نضع جريدة من النخل أو غصنا من الشجر على القبور ونحن لا نعلم ولذلك لم يكن من شأن الصحابة رضوان الله عليهم أن يفعلوا ذلك فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابي يبول في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه حتى إذا فرغ دعى بدلو مما فصبه عليه قوله رأى أعرابيا يعني شخصا من أهل البادية الذين يتنقلون فيها يبول في المسجد أن يقضي حاجته في المسجد فقاموا يعني قام الصحابة إليه لينكروا عليه ويزيلوه من المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه أي تركوه ولا تتعرضوا له وذلك أنهم إذا تعرضوا له فسيلوث ثياب نفسه وسيلوث بقية المسجد ولذا رأى أن الأفضل أن يبقى في مكانه وأنتم تعلمون أن المساجد في الزمان الأول لم تكن مفروشة ولا مبلطة وإنما كانت ترابا فقال لا تزرموه أي لا تقوم عليه منكرين بقوة قال حتى إذا فرغ أي انتهى من بوله دعا أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم دلوة ماء والدلوة لإناء الكبير الذي يستظهر به الماء من الآبار فصبه أي وضعه على مكان البولة ففي هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الرفق في جميع الأمور والتأني فيها وفي هذا الحديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد في هذا الحديث أنه لا يجوز قضاء الحاجة داخل المسجد ويأخذ منه عدم وضع الحمامات في محل الصلاة وإنما توضع خارجا ويحسن أن يبعد بابها عن باب المسجد لألا تصل روائحه إلى المسجد وفي هذا الحديث اجتماع الناس في المسجد ولذا قاموا يريدنا أن ينكروا على هذا الأعرابي وفي هذا الحديث أيضا جواز سكن البادية حيث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الرجوع إلى أصحاب العلم والفضل فيما يتعلق بالمسائل وما ينوب الناس من أحوالهم وفي هذا الحديث أنه إذا تعارضت مصلحتان أو مفسدتان فإننا حينئذ نرجح بينهما فنقدم أعلى المصلحتين ولو كان في ذلك درء لأدناهما إذا لم نتمكن من الجمع بينهما وهكذا ندرى المفسدة الكبرى ولو بفعل المفسدة الصغرى إذا لم نتمكن من ترك المفسدتين معا وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن لا يتعرض لهذا الأعرابي لألا يترتب على إنكارهم مفسدة أعظم وفي هذا الحديث استعمال الأواني في المياه وجلبها وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومثله من كان في مقام في مقام يتبع فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم الناس بما يحقق مصلحة عامة استدل بهذا الحديث على أن النجاسات التي تكون على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة وأنه لا يشترط فيها تعديد الغسلات وفي هذا الحديث أن النجاسة على الأرض يُكتفى فيها بغمرها بماء يزيل عين النجاسة وأنه لا يلزم في ذلك فرق لمكان النجاسة بارك الله فيكم وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم وجعلكم الله موفقين في كل أعمالكم أفر الله ذنوبكم وبارك الله لكم في أرزاقكم وجعلكم من الموفقين في كل أمورهم كما أسأل الله أن يصحح أبدانكم وأن يرزقكم القوة فيها وأن يمتعكم بأسماعكم وأبصاركم كما أسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الخير والهدى وأن يشفي مرضى المسلمين بفضله وإحسانه وأن يوفق أولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين